اشتركوا في القناة ايه لنا منبلش عبكير اذا بدون يعملوا بعد جمعتين يعني للبالنطاني يكون عندهم الافكار فاليوم انتوا على موعد بفكرة كتير لذيذة وحلوة كينوة سلاد من عيدة على طريقة عيدة الحلوة واللي مالح تكلفنا كتير ولح يكون في جيزة خلينا الى المشاهدين من استفان وكافي فرع تساءل كافيك ولا هن بيختاروا يعني محل ما هني قريبين عليهم في جبال باترون عظيم نقول بعد شي دقيقتين بيفتح باب الاتصالات اول اتصال واول متصل او متصل لح تربع وجب الطعم لشخصين بيستفنوا كافيلا نكون احنا عنا وقت نخبركم عنها السلطة اللي هي بينة يعني غنية وشهية يلا عيد عتينا الانجريد يلا عنا الكينوة اوكي بلانش الكينوة معروف انه فيه احمر وفيه ابيض وفيه الوين مخلوطة هلا انا للسلطة اجمالها مستعمل الاحمر بس اليوم حبيت استعمل البيضة لانه نكهتها بشي يعني وقتا بدون يسلقوا الكينوة لهيدي السلطة يحطوا شقفة شمندر نيي بالسلق مع الكينوة رح تعطي نكهة الحلاوة لانه هي الصفرة الكينوة الصفرة فيها شوية مرورة اول شي بتعطيها طعم طيبة ولون حلو وشي اوريجينال جديد اكيد خلينا هيك نعرج شوية نفرجين لونا ضاربة على زهر نطفة اي ساح بس حبيت يعني وعطيتها كيف هم تخليها تطجن ببعضها اه ولا شي بحتي انا يعني مش بنطر الميتها تغلي حتيت شقفة شمندر نيي اكيد مغصها وبنة مغصلة ومقشرة شقفة شمندر بكعبة طنجرة رشة ملح صغيرة وشوية زيت زيتون نطفة ماي وحطة الكينوة بس يغلوا ما بتاخد قد الماكرونة وقت الكينوة ينتبهوا بس تفتح بشي لوا بديكت غسلية منح بمي باردة تطلع من فرفضة لحنقول للمشاهدين انه بهالسواني فتح الخط لالكم مشاهدين اول اتصال لحيكون هو اول رابح اول رابح من استفن وكفة لكن كينوة مسلوقة مع شقفة شمندر نعم تناتي هيدا اللون هنه ما بدون يستعملوا هاي الطريقة يسلقوا كينوة عادة مثل ما هنه انا عم بعطيهم فكرة مغزية وجديدة زينكها واوفر لانه الكينوة الصفرة ارخص من هيدك يعني هيدا الجات بلانش بتعمي عن جد عيلي كاملة اخذ 300 جرام كينوة يعني 300 جرام كينية عن تقريبا 150 الف مش اكتر يعني ما يفكروا انه كتير غالي يعرفت يعني هي احد ربع بورشن بحيال لامة عم بتجول الكاميرا على الاسناف عيدة اللي عنديك خلينا نبلش نقول شو برنا نحط فوق الكينوة يلا انا طريقة هيدا عم بعطيهم ايها الكينوة عادة مثل ما قالنا سالقينا امح مسلوق امح امح والكمية بأشرو صح هيدا امح مسلوق اكيد وتتحكي صحي يعني بأشرو رح قطيك الصحون لعندك يعني ما كترت كتير تقريبا كباية لهذه الكمية حمص مسلوق حمص الحب الصغيرة اذا شايفينا اوكي كمان انا سلقتن اكيد بتحتي كربونات قبل ولا بالسلوق ابدا انا مبحث ابدا ولا بنعت سكر ولا شي ولا شي هلا بعلمهم طريقة السلوق اوكي والحب الصغيرة الحب الصغيرة للسلوق اذا نحطينا قمح مسلوق بأشرو حمص مسلوق عظيم شمندر مسلوق ومقطع مقطع قطع صغيرة لكينا سارع ألو 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 بوجور بوجور محت يسعد صباحاً كلارا الحسري كلارا الحسري كلارا الحسري يلا سار اسمك عنها وسار اسمك عندي استفانو كيف تعمل؟ بتروحي على استفانو بتروحي أي فرع بده؟ نعم وين ساكنة؟ عظيم عندك نهر إبراهيم ما عندك جبال؟ إذا بتحبي جبال بتروحي على جبال وبتحبي أتسأل قولي لي وين تنحطي لك اسمك؟ بيكون اسمك عندهم واجبي لشخصين شو عملي على فلوتان يا كلارا؟ أتسأل خلص شو عملي على فلوتان؟ أكمباني أكمباني؟ يا عظيم أكيد شكرا لك يا كلارا خلطت مع الشمندر المؤكد؟ أنا خلطتها مضيع وقت أنتو عم تحكي مع كلارا حيزان شمندر مفروم رفيع حمص أمح جزر مبروش وجزر مبروش عظيمة كله متوفر يعني أشي مفتدر تكون موجودة؟ بالأساسة عندنا الكيل وعنا البروكولي أنا ماني مكترة لأنه بدي يعني يتغل اللون يضل عندي اللون على الأحمر أكثر اللي ناية أنا ناية أكيد ناية والبروكولي لك يا نلا يعطينا ندفت خدار ورح أخلط بدون ولا شي بلانش بلا سوس لحديتها لأنه السوس رح نكون عملها واحدة هلا أهيان لك بأيديك؟ لبسك فوف ولا لأ؟ تعرفي لا ماشي الحال حتى هلا لكن اللي عم ينعمل هو الكنوة يلي انسلقت مع شقفة شمندر لنعطيها نكهة طيبة نغيرها لونة وتكون أوفر من الكنوة الملونة صح؟ حتينا القمح بقشره كمانا كان مسلوق حتى تقريبا كوب حتينا الحمص الحب صغير يلي عايدة بتسلق بلا سكر وبلا كاربونات لبروكولي الكيل وبرش الجزر والشمندر هلا أنا لأنه الفالنتان شفتوا الحركة عنا إذا ما عندهم صينية مش ضروري يعني بإيدنا بنقدر نعمل قلب بس نحنا هون بستوديو من ناقل إشياء السريعة وعندي إيه أنا القلب رح حط بقلب ورقة نيلون وبدأ منك الزيت الزيت آه زيت بقوا شوية زيت تتقبع معهم بسهولة نحنا بقوطنع ورقة كيناس كمان إذا مش متوفرة انا بجيب هلا بالستوديو بس بالبيت ما بستعمله مشاهير يعني نحنا عم نعمل الشامت للمشاريع أنا بالبيت ما بستعمله يلا ورح نبلش نسكوب الكنوة 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 السلاد ايه اوكي فإذا نحنا عم نشكل قلب من هالخضار مع الكنوة اللي بنعرف غنيها بالبروتين هي هاي دي كلها بروتين صارت السلاد لأنه إذا لاحظت كل الاشياء اللحطينيها الحمص العمح مع الكنوة الكيل الحمص ايه شفتي الألوان هلا مش رح تبين بس ابرم رح تبين معنا ايه ولأنه مسلوقة بطريقة مضبوطة الكينوة ملح تخبث معنا لح تظل لذيذة يعني طريقتها ايه شفتي كيف ايه ما قلت لي لك أنا الحمص كيف سلقتي الحمص انا بنقعه شي عشر ساعات بدون كربونات بدون شي ولا اي شي بنقعه وبحطه على النار ولا شي ولا سكر ولا ملح ولا شي اوكي فمش بحاجة بقى احنا كتير نتعذب بها الشغلة ويفور الكربونات على الغابة لا 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 ومش صحي كمان وهيدا نوع الحمص الصغير بيستوي بسرعة هيدا الحمص الصغير خرج النيسة خرج البليلة وهيك الاكبر خرج الطحن لكل شي يعني هني حسب انا بحبه لأنه هيدا بلدي اوكي فاذا مش بس ها هي هيدا اول بيس للسلاد عم نحط بالقالب واذا مش متوفر القالب طبعا احنا بيدنا فينا نشكل هالفور فينا نستعين بالكيسة بالماغ لنقدر نعمل هيدا بيدنا يعني ما يحطوا عقد قصة القلب اوكي خلينا نشكلها هيكي نعكسها على الكاميرا انت وعن بس خليني رصها يلا رصي جاي فالانتين رصه من رصه ادما بنقدر هلا لا عملناها على فالانتين لا بديك تخليليها شو برجع لا على فالانتين لا على فالانتين اول شي رح ازا عاملين عاشها ببيتهم لانه ضهرة كتير بتكلف صارت الا ازا عند استيفان وكفي ازا بحيا كمان من كل رحنا اوكي هاي دي شي فكرة حلوة من الافكار يلي رح يعملوها واذا قال الله اراد بلانش نحنا رح تكون تاني طالع عنا ليلة الفالانتين ورح نكون محاضرين لهم شي حلو يكون يقدروا يعملوه بنفس النهار يعني ما حدا يتحجج ومش قادر يظهر ويظهر ويعمل عشبه بطريقة بسيطة ساب عم نقدر نعمل هالمكونات يلي قردي موجودة بالبيت يعني ما اخترعنا كثير البروت وحتى الكنوة علمتنا كيف عايدة نكون عم نجيب الكنوة اللي هو ارخص واوفر نوع كنوة والاختراع الجميل والطريقة هي اللوحة الفنية اللي هلا لح تعملها عايدة لكن اضافة للانجريدينت اللي حطيتين عايدة عم نشوف على الطاولة بعد في الرمان بعد في توماس سوريز بعد في الجول ديك تعطيني من عندك السينية هايدي هون شفاف مين جايبتين مرت التاني بيجي هيك راح نحطها اوكي ونبرمة عازم ان شاء الله زبطها هيك ان شاء الله ما يفرط لانه لانه بده تسقيع اكيد ايه لازم نكون مساقعينا شوي بس نحنا هون اليوم مش الحال سوف ايو عطينا عني فازا من زبط ميلة القلب اكيد انه هيدا القلب كلنا منعرف عايدة لانه مفترد يعد شوي بالبراد ساعة مش بس البراد لازم يعني شوية وقت يعني اوكي هلا انا هون شو عندي عندي بطاطا حلوة اول شي خليني حط كيل احزينين ايه شوي اوكي تم واحدة كيل هيك ما رح كارك دخريك ما سألتك الكيل الفارمتين اعطيه بزيت ولا لا اقلنا الطبيع لا 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 ولا شي ناي ما نبلش واحدة بطاطا حلوة هلا انت عم تصفي بطاطا حلوة انا عم شوف قلوب مش شايفة وانيه البطاطا هيا بطاطا مقطع هوهدي بطاطا حلوه شفت شو هالفكرة عن جد يعني مايقولوا لاحطينا فريز ولا حطينا رايديس رايديس ولا سومو ولا افوكا بلا افوكا رح الحنحط بروي اللاح الحلوة سلقتيه ولا شبتيه لا سلقتة اه بتنسلق عادة فكرة بس بتنشوق لا لا بتنسلق عادي وانا بسلق عالبخار بس البطاطا الحلوة ما بتنسلق عالبخار لأنه بدا وقت في طريقة معينة ولا لا لا ولا شيء المهم يتصاوبا مظبوط وبيسلق وما بدا شيء يعني عم نزين كمان بالشمندر يلي استخدم بقلبها للسلاتي أصلا كلها عبادة سلونا زهر عن جد كتير حل بطلعت لأنه مسلوقة بالشمندر وحطينا هيدا شمندر لحطينا وانا بنصحهم يعملوها الصبح ويحطوها بالبراد رح يحل الشمندر متل منيك شايفه بدي من عندك ورقة من ستيفان وكافي يلا فإذا هيك صفينا حبيت البطاطا والشمندر نتلا نفجيهم كيف مقصصين لكن البطاطا الحلوة يلي تأشرت وتقطعت بالمقطع الخاص هلا رح حط شوية بروكولي ما رح كتر زي رح حط جوز ناي كله بروكولي جوز هولي كمان على الوجه كله ناي ومتل ما شفتي يعني حتى أنا متل ما شفه بإيدي حتى زبطت القلب صح ما بأسر يعني بس أنا تكون سريعة جبت القلب معي بس كمانها مهدومة يعني الفكرة عيدة يلا لكن كمان بعد ما خلصت السلطة لا لا بعد عنا كتير محتويات نعمل ولوز ناي كمان أنا بخلي الحبة متل ما هي اللوز يعني أفخم سهرة هيدا سار عم يسألوك إذا عنا ليلة بيوسوك وبتعمليلون هالطبق وبيمروا هن بياخدوا من عندي ليروحوا لعندي وأهلا وسهلا أهلا وسهلا فإذن شوية رمان عم نشتغل بالألوان الحمراء عن ذات شي رائع حتى الطعمة يعني بتخيل لح تكون كلها هيك الكمبيناتشن بين بعضهم عيدة كتير طيبة هيدا بلانش عن جد وشفت الكمية يعني مانا مكلفة لا أغنية ومطل ما أنت عم بتقولي يعني إشي عن جد قردي موجودة يعني كلنا عنا حمص بالبيت مظبوط القمح متوفر كم حبت باندورة كمان انت إذا قدرت هيدا الجد شو ممكن يكلف عيدة بيكلف تقريبا شي 300 ألف ماكسيموم عم نحكي جاد ماكسيموم لأنه الكمية اللي عم نحطة قليلة يعني ما كترنا لا بس رائعة بس رائعة يعني مش قد صحن بالسوق عن جد بعد عندي الأفوكا رح جرب مازال بعد معنا واحد الأفوكا بكتح منيلو شكل أنا شايفي ماك بتاعه صح أوكي الأفوكا كيف منضمن أنه ما يسود يحطو ضغري متل ما حكينا المرة الماضية أوكي لأنه إذا حتيتي له حامض رح يغير لنا الطعام نطلب وبعدين الأفوكا هو ضغري بينتزع فقبل ما نقدمها على السفرة بنكون حتينا شقف الآفوكا ضغري طيب أنا رح عملهم موديل بول حتي الوحدة حالبين لكن كينواء سلاة نرجع من أولا عملنا الكينواء تقريبا قديش هيدا الجات أخذ 300 جرام 300 جرام ماكسيموم ما أخذوا كلهم ليكا يعني 200 جرام بيعملوا لجات سلاة حرزين شماندر حبة تقريبا بطاطا حلوة كمان هيقيتها حبة حبة شوية طمات سوريز شوية أم الموجود عندهم بالبيت يعني ما يشتريوا شي عايدة إذا حبينا نحط بروتيين عليها شو تنصح تجيج ما بيلبق للكينواء ولا شي لا هي لأنه هي بحط زيتة اي مرح كتر أكتر بقى شو رأيك رائع عبالة بعد حط بدي تسوي بديك تحط ولا تسوي دقيقة عبالة حط كفة بعد شوية لوز وجوز يلا هيدا جوز ولوز بس أنا مضطر يصور لأن شي بيشاه شي رائع مستشيل الكفوف طيب السوس شو هي يا عايدة راح نحكي عن السوس السوس هي عبارة عن بلساميك يعني خل البلساميك مع ملعقة عسل الكمية هن عزوقهم يدوقوا ملعقة عسل ملعقة صغيرة متارد أنا بحب المتارد لأنه بيتقل السوس لايكي شوف بسمكها بسمكها أوكي شوية ماي مش كتير شوية وزيت زيتون أكيد هيا وبس ولا ملح ولا شي وبتنساكها بدغري ولا بتواحد يسكب بصحنه أفضل لا أفضل بصحنه بصحنه أنا بحطه بمرتبين بخض المرتبين أوكي وبخلي وبحطه بالسوسيار يعني عبالة بعد حطله شوية جو لوز يلا نكفيها لأنه أعياد يعني يعني بلانس شفت قدي الكمية قدي عملت لنا يعني كتير لأنه ما بتكلفي كتير يعني ما يتوهموا أنه كينوها ومش رح تسيعهم أنا بهيدا المهدوم ده نخد للقطة للأعياد نحط هيا بعد هون لا عزيمة 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 شو بعد ما أقولك عتيني تب أو معلومة خاصة بهيدا السلطة هلا بالنسبة للكينوها سلط إذا بدون يزيدوا علي هن ويفخموا ايه هيدا صار ترجع لقلهم شو من عم بيلبق للمانغو كتير بيلبق للمانغو بيلبق نفرش تحت هيدا روكا بيلبق لروكا كتير انا بس ما فيني افلش روكا لأنا مضطرة كنت بديت طب اللي هيدا عرفت بس أنا لو بالبيت بفلش روكا تحت برم 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 وبحط الكينوها المسلوقة والمخالصة وبعمل هالموديل هيدا بالإيد ساعتا بالإيد بتماما ريج السمو كراب لقام نبعد عنهم ما بيلبق للكينوها خلص مشو لقرائزات جارو عزانا بيلبق للفراس بعد إذا بدنا نزيد ونحنا نفخم بس أنا حبايت أعملها اقتصادية تلك اللي يقدروا يعملوها رائع رائع نقدر نحط فراز يلبق لك كتير الفراز قلتلك الروكا والمانجو كتير والسوسات شو ما عقول نحنا نغير بالسوسات السوس إذا ما بدنا نعمل بلسمك في ناس بتقللك ما بحب البلسمك بيقدروا يعملوا عصير حامض بس أكيد يكون حامض طبيعي مش هيدا الخالص عصير حامض هتلا أخذها عصير حامض مع كمان ملعقة عصر صغيرة ملعقة متار شوية ملح زيت زيتون فيهم نحطوا أعشاب إذا بدون لك يا عيدة عن جد شو هالطبق الرائع هيدا هو لفالنتاين انترونا بحلقة كمانا مع عيدة لطبق ثاني لفالنتاين ومنكون هيك وفرين وقادرين ومهضمين وعناك لإسيا طيب شكرا لإلك عيدة لإلك كمان جوية دائما ورفقة والأمام وهيدا لإلك مشاهدين تظلوا بخير